أبايا بالقلب يعطكم ألف عافية وصلنا لسلسلة حلم أربعة سلسلة حلم أربعة برضو بتحتوي لي على أسئلة على نظام ضع دائرة تقريبا عشر أسئلة طبعا اتعمدت عفوانا بسلسلة حلم ثلاث وسلسلة حلم أربعة ما أكثر الأسئلة عشان يكون الفيديو خفيف لطيف علينا أوكي نحكي بسم الله نبلش أول سؤال حكالي تزوج شاب فصيل الدمه بفتاة فصيل الدمها فأنجباه ثلاثة أبناء أنجبوا أنا عندي ثلاثة أبناء أوكي إيش هم الثلاثة أبناء واحد فصيل الدمه واحد فصيل الدمه حكالي أكتب الطراز الجيني لفصيل الدم كل من الأبوين حلم حلا بيقول لي أنا أتزوج عندي شاب شو فصيل الدمه أهلأ مدام فصيل الدمه أهلها احتمالين إما تكون متماثلة وإما تكون أنا عندي غير متماثلة تمام؟ تزوج من فتاة هاي الفتاة فصيل الدمها بي والبي برضو إما تكون متماثلة وإما تكون غير متماثلة سؤاله الطراز الجيني للشاب والفتاة أي واحد من هدول هذا الحكي باعتمد على الأبناء بلاحظ الأبناء عندي بي وعندي اي بي وعندي او ومفتاح حلك من ال او ليش؟ لأنه ال او صفة متنحية الهي آي سمول آي سمول صح؟ أحد الأبناء او آي سمول آي سمول وهذا ابن حلال يعني بدو يخد لي آي سمول من أبو والآي سمول الثاني من وين؟ من أمه صح؟ فبالتالي تعالوا هون يا بابا دو ياخد i small وين ال i small موجودة؟ هايها وين ال i small موجودة؟ هايها فإذا الشاب الطراز الجيني لإله i of a i small والفتاة الطراز الجيني لإلها i of b i small إذا الجواب رقم أو رمز G طيب حكالي هون ما هي الطراز الجينية للجاميتات التي ينتجها فرد طراز الجيني b capital b small d capital b small في حال ارتباط ال b capital وال d capital يعني على نفس الكروموسوم وعدم حدوث عبور جيني شوفوا الطراز الجيني b capital b small d capital b small صح؟ حكالي إنه ارتباط جيني طيب كيف حكالي أستاذ إنه ارتباط جينات في حال ارتباط ال b وال d على نفس الكروموسوم فبالتالي باجي بحكيله مدام ارتباط جينات إذن أنا بدي أمثلهم على خطوط مين ومين مرتبطين على نفس الكروموسوم ال b capital وال d capital ال b capital وال d capital هدول مرتبطين على نفس الكروموسوم لعاد ال b small مع ال d small مرتبطين على نفس الكروموسوم هو شو اللي بدي إياه؟ بحكي لك ما هي الطرز الجينية للجاميتات؟ يعني بما معنى اعمل لي جاميتات لهذا هلا مدام ارتباط جينات أو جينات مرتبطة أنا عندي حالتين للجاميتات إما أن تكون جاميتات أو تحدث جاميتات بعبور وإما أن تحدث جاميتات دون عبور هو شو حكاني؟ أعطيني جاميتات دون عبور وعدم حدوث عبور جيني هسا عدم حدوث عبور جيني في عندي طريقة يا عدم حدوث عبور إيش بدي أعمل أي طريقة يا أستاذ؟ اللي هي طريقة افصل بس يعني افصل بناتهم شو صار أنا عندي؟ بي كابتال بي كابتال بي سمول أوكي؟ هاي الجاميتات الناتجة بس إذا طلب مني دون عبور جيني شو بعمل؟ بس ابصل فبدو بي كابتال دي كابتال بي سمول دي سمول بي كابتال بي سمول دي سمول إذن أي جواب اللي هو ألف لاحظ الخيارات ما بتحتوي على هذا الحكي يعني هون بي كابتال دي سمول لا هي بي كابتال دي كابتال بي كابتال دي كابتال أوكي بس بي سمول دي سمول وليست بي كابتال دي سمول والخيار الأخير أكيد غلط نشوف سؤال مين؟ سؤال ثلاث إذا علمت أن مواقع الجينات التي يرمز إليها بالأحرف A B C D تقع الكروموسوم نفسه في ذبابة الفاكهة وأن المسافة بين بي ودي سبعة خريطة جينية هاي صح؟ بين البي والدي شو المسافة؟ سبعة وأن نسبة ارتباط بين البي والأ هي 95% بين البي والأ نسبة ارتباط 95% إذن المسافة كم؟ خمسة ليش؟ لأنه يا أستاذ العزيز نسبة ارتباط عبارة عن إيش؟ عبارة عن مية عفل نسبة عبور عبارة عن مية في المية ناقص ارتباط ونحن نعرف أن العبور هو نفسه المسافة صح؟ طيب وأن نسبة حلوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني بين A و C الموجودة على الكروموسوم نفسه هي ثمانية بما معنى أن نسبة العبور بين A و C كم؟ 8% بين A و C نسبة العبور 8% إذن المسافة 8 والمسافة بين C و D أربعة C و D أربعة ما مقدار المسافة بين B و C؟ أريد ما هي المسافة بين B و C؟ يعني أرسم لي خريطة جينية وبعدين أوجد المسافة بين B و C تذكر لي بأول أو ثاني فيديو شو حكيت لكم على الخريطة الجينية؟ برسم خط طويل الخطوات موجودة بالفيديو رقم 2 باترك مسافة بحط نقطة باترك مسافة بحط نقطة بختار مسافة بين أبعاد جينين بلاحظ أنه A و C هاي A و هاي C شو المسافة بيناتهم؟ المسافة بيناتهم ثمانية هسا هدول بدنا نسميهم نقاط مرجعية شو ده أسميهم يا أستاذ؟ نقاط مرجعية برجع على الأي باخد أقرب إشي على الأي بلاحظ أنه B A و B خمسة بحطوا يمين شمال في حال كانت على اليمين خمسة و في حال خليكم معي هاي ثمانية في حال كانت على اليسار خمسة تمام؟ طيب هسا برجع على الـ C النقطة المرجعية الثانية هلأ النقطة المرجعية الثانية؟ سؤال ثلاث سؤال خريطة جينية شو بحكي؟ إذا علمت أن مواقع الجينات التي يرمز إليها بالأحرف A B C D تقع على الكروموسوم نفسه في دبابة الفاكهة وأن المسافة بين الـ B والـ D تساوي سبعة بحطهم الـ B والـ D المسافة أعطان إياها سبعة طبعا إحنا بنعرف سؤال الخريطة الجينية إما بيعطيني مسافة جاهز وأما بيعطيني نسبة عبور وهي نفس المسافة وأما بيعطيني نسبة ارتباط بكملها علمية عشان أطلع العبور والعبور هو نفس المسافة صح؟ طيب بين الـ B والـ D المسافة سبعة وأنا نسبة الارتباط ارتباط بين الـ B والـ A صح؟ وأنا نسبة حلوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور بين A و C الموجودان على الكروموسوم نفسه هي ثمانية في المية يعني بما معناها هاي الجملة كلها إنه نسبة العبور بين الـ A والـ C ثمانية في المية بين الـ A والـ C نسبة عبور ثمانية في المية إذن مسافة ثمانية والمسافة بين D و C أربعة هاي D و هاي C شو المسافة أستاذ؟ أربعة ما نقدر المسافة بين B و C بدي أرسم خريطة جينية يعني هون أستاذ طريقة رسم الخريطة جينية ارجع على سلسلة حلم فيديو سلسلة حلم 2 بتلاقيها هنا الخطوات أوكي؟ باجي برسم خط طويل ما له هذا الخط أعوج نجد نرسم خط طويل أوكي؟ هسا بترك مسافة بحط هون نقطة بابا بترك مسافة بحط هون نقطة أوكي؟ هلا هون شو بدي أحط أبعاد جينين مسافة بين أبعاد جينين بلاحظ إنه أبعاد جينين المسافة بيناتهم ثمانية اللي هم الـ A والـ C بحط هون A وهون C بحدد المسافة المسافة من A للـ C كام ثمانية اتفقنا هاي الجينات اللي أنا بدي أحطها هون نسميها نقاط مرجعية يعني نقطة بدي أرجع لها فبارجع لـ A والـ C خلينا مبدئيا أرجع لـ A باخد أقرب مسافة على الـ A بلاحظ إنه ما في عندي غير هاي الـ A بين الـ A والـ B كام؟ خمسة فباجي بقول له الـ A والـ B خمسة بحطها يمين يسار خمسة لأنه ما بعرف هي على اليمين ولا على اليسار بقول له إذا كانت على اليمين الـ B راح تساوي خمسة وإذا كانت على اليسار الـ B راح تساوي خمسة صح؟ صح؟ هسا خلصنا إيه؟ نرجع لـ 100 نيجي لـ C أقرب إشي عليها الـ D أربعة هسا لاحظ شغله هاي المسافة اللي ضلت هون كم؟ ثلاثة خمسة زائد ثلاثة ثمانية هلا المسافة بين الـ D والـ C أربعة يعني إذا كانت الـ D على يمين الـ C أو على يسار الـ C هاي أربعة طب إذا كانت على يمين الـ C بدي أتعدى عن الـ B هون بتكون صح؟ هاي هاي بدي كم المسافة راح تكون؟ أربعة لأنه من هون لهون ثلاثة طب هي أربعة بدي أزيل طب هي بتصفي واحد مظبوط؟ حلو أعطاني آخر واحدة اللي هي الفاصل اللي بين الـ B والـ D كام؟ سبعة بين الـ B والـ D كام؟ سبعة فباجي بدور وين الـ B والـ D سبعة؟ تعالي نقارن نختار هذا الزهر ياري بين الـ B والـ D هاي بلاوي خير الله صح؟ ليش؟ لأنه هاي خمسة ومن هون لهون خمسة شيل واحد أربعة بيناتهم تسعة إذن هاي الـ B مستبعدة لأنه بين هاي و هاي بلاوي مش سبعة بين الـ D والـ B هاي واحد إذن هاي بس سبعة وبحكيه لازم تكون كام؟ سبعة طب أتأكد بين هاي و هاي الـ B والـ D هاي هاي ثلاثة زائد أربعة سبعة ثلاثة هاي زائد أربعة سبعة إذن شلنا هاي الـ D و شلنا هاي الـ B شو صارت الخريطة عندي؟ D C B A هاي خمسة هاي ثلاثة هاي أربعة صح؟ نتأكد بين الـ B والـ D سبعة B D سبعة A B خمسة A B خمسة A C ثمانية هاي A و C ثمانية صح؟ D C أربعة هاي الـ D وهي الـ C بيناتهم أربعة هو شو بده؟ ما المسافة بين الـ B والـ C الـ B والـ C شو المسافة بيناتهم؟ هاي؟ ميش المسافة بيناتهم؟ أستاذ هلا إذن جواب رقم G إذن مش عارف يحل خريطة جينية يرجعلي على سلسلة حلم فيديو اثنين أوكي بابا؟ أوكي يا حبايبي؟ أوكي يا قليبي؟ طيب أعطاني مخطط هاي أرسم لكم إياه هذا المخطط يبين وراسة مرض تمام؟ هون مظلم شو حكا لي أستاذ؟ يوضح مخطط السلالة المجاور براسة صفة ما إذا علمت أن المربع يشر إلى ذكر والدائرة تشر إلى أون فدائماً إحنا في المخططات بصف هل هي صفة محمولة على الكراموسومات الجسمية ولا الجنسية؟ كيف أستاذ أنا بدي أعرف؟ طبعاً هون ما ذكرني؟ أوكي؟ كيف بدي أعرف؟ إنها جنسي شو بافترض؟ إنها جنسي أوكي؟ طيب فهون نفرض أن الصفة مرتبطة بالجنس تمام؟ طيب ذكر لي مين السائد، مين المتنحي؟ يعني بما معنى؟ هلأ هذا ابيض وهذا السود، مين السائد، الابيض ولا الاسود؟ انسا لي إنه يمثل وراثة صفة معينة، أجد أخذها أبيض واسود، أبيض اسود، مين السائد، الابيض ولا الاسود؟ هلأ بالعقل عشان أنا أعرف مين السائد ومين المتنحي مفرض أنا بحكي عن هذا السؤال الأبيض متنحي إذا ضبطت معي آلية توارثه فهو خلص متنحي إذا ما ضبطت بيكون هو وسائد كيف يعني؟ هلأ أبيض متنحي وهذا أبيض متنحي أثنين متنحي ممكنهم يعطوني واحد سائد أثنين آباء بيحملوا الصفة المتنحية ممكن يعطوني ابن بيحمل الصفة السائدة طبعا لا أكيد لا ولا يمكن إذا مباشرة باجي بحكي لك أبيض يعطيك العافية هاي باجي بقول له بابا أبيض سائد وأسود متنحي إيش الرموز المعطنية بالخيرات الـ A هاي A كابتال A اسمه عرفنا هسه مين الصفة السائدة مين الصفة المتنحية هلأ بدي أعرف إنه مرتبط بالجنس ولا مش مرتبط بالجنس شو حكينا مفرض إنه مرتبط بالجنس دائرة أنسة XX مربع ذكر XY هلأ هون إما متماثل إما غير متماثل هون بيكون دائما إيه هاي إما متماثل وإما غير متماثل صح؟ تعلّي له هاي اسمول اسمول هاي إيه كابتال مش هي؟ طيب أتأكد من آلية التوارث هاي أمثة من وهم تأخذ قلات الصفة من الأب بالأم هس الأم بتوزبط معاها هاي اسمول هاي طب الأب بوزبط معاها نو وي بني يمكن ما في عنده اسمول صح؟ إذن هاي طلع لما أنا حللت هاي من هون ضبط طب هاي من هون ما ضبط فمباشرة شو باجي بحكينه؟ بقول له يا عمي لعد هاي ليست صفة مرتبطة بالجنس وإنما صفة تحمل على الكروموسمات الجسمية إذن هاي بلغيها وهاي بلغيها صفة لعبتي هون أو هون صح؟ تعال نشوف هلأ هاي صفة سائدة بما إنها صفة سائدة بتكون يا متماثل أو غير متماثل هاي يا متماثل أو غير متماثل مش هاي أنا عندي اسمول اسمول هي الصفة المتنحية صح؟ احنا خلص قررنا إنها صفة محمولة على الكروموسمات الجسمية فهذا تأخذ اسمول من هون واسمول من هون إذن بختار هذا الخيار وهذا الخيار ومين بده؟ واحد واحد شو بدي يطلع أنا عندي اي كابيتال اي اسمول ماشي حبايبي؟ ماشي قليبي؟ سؤال الخامس شو بيحكي له السر؟ اي الآتية صحيح بالنسبة للفصل الكهرباء الهلامي؟ تعالنا اتذكر شوي الفصل الكهرباء الهلامي ايش هو استر؟ فصل الكهربائي هلامي عبارة عن جهاز يستخدم لفصل قطع الـ DNA بناءًا على حجمها DNA بتكون أنا عندي مشحونة بشحنة سالدة بحطها عند القطب السالب بشغل تيار كهربائي وبتتحرك نحو القطب الموجب بناءًا على حجمها اوكي؟ حكادي اي الآتية صحيح بالنسبة للفصل الكهرباء الهلامي؟ DNA سالب تشحن حلو؟ تتحرك باتجاه القطب السالب؟ لا هي تتحرك باتجاه القطب الموجب اوكي؟ تتحرك بأي اتجاه القطب الموجب؟ يعني بالعقل سالب بيتحرك لسالب بيصير بينعتهم تنافر ولا يمكن DNA سالبة تتحرك باتجاه القطب الموجب؟ يس نتأكد DNA موجبة؟ لا خلص مباشرة DNA لا تحمل اي شحنة؟ لا حبيبي اوكي بابا اذا الخيار رقم اثنين اللي هو فرع ب تظهر قطع الـ DNA على شكل اشرطة حمراء نتيجة استخدام قطع الـ DNA بعد ما اطلعها او من جهاز الفصل الكهرباء الهلامي واحط عليها صبغة بحطها باشي عشان يطلع لياها على شكل اشرطة حمراء يعد الفيروس اول النواقل لا المستخدمة في التعديل الجيني للبكتيريا خطأ من اوائل النواقل المستخدمة في التعديل الجيني للبكتيريا اللي هو البلازميد وليس الفيروس فالاجابة مالها بابا خاطئة طيب من الامثلة على الفيروسات التي تستخدم كناقل للجينة هل هي فيروسات جميحة لا فيروسات معينة فيروس الـ HIV لهو فيروس الـ AIDS لا هذا فيروس نقص المناعة البشري فيروس اكل بكتيريا يس فيروسات اكلة البكتيريا هي التي تستخدم كناقل للجينة من الامثل عالي طيب يستخدم جهاز الطرد المركزي في تقنية تحص السائل الرهلي الطرد المركزي هو الفصل المركزي ليش باستخدمه استاذ بعد ما اطلع انا السائل الرهلي من الانثى بحط هذا السائل في جهاز الطرد المركزي شو الهدف من هذا الحكيم الهدف اني انا افصل خلايا الجنين افصل شو خلايا الجنين فبالتالي لفصل خلايا الام ولا فصل خلايا الجنين ولا تسهيل عملية زراعة لخلايا الجنين ولا جميع ما ذكر فرع با اللي هي فصل خلايا الجنين سؤال الأخير في عملية العلاج الجيني تكون وظيفة الجين المطبط ايقاف عمل الجيني المسبب للمرض وهذه اجابة صحيحة 100% ماشي حبايبي يعني هذا السؤال عملية العلاج الجيني احنا بنعرف شو بنعمل بندخل عليه جين مطبط هذا الجين المطبط شو بيعمل بيعمل على ايقاف عمل الجيني اللي بسبب للمرض ووقف لعمله اوكي؟ فهاي طبعا اجابة صحيحة هيك بنكون احنا انهينا سلسلة تحلم اربعة ان شاء الله رب العالمين دقائنا سلسلة تحلم خمسة كيف الفيديو خفيف لطيف صح؟ يا رب العالمين اشتركوا في القناة